يشير مصطلح الذكاء الاصطناعي إلى علم برمجة آلات أو أجهزة كمبيوتر لتؤدي مهمات يقوم بها الإنسان باستخدام ذكائه ومهاراته المعرفية وبفضل التقدم التكنولوجي المحرز اكتسبت الخوارزميات بعضاً من الاستقنالية وباتت تقرر بذاتها الفطوات اللازمة للوصول إلى الهدف هي التي كانت في السابق تقنية تتمتع بقابلية تنفيذية وحسبة وها قد أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً من حياتنا اليومية من الهواتف الذكية فالمساعدة الإلكترونية التي تزودنا بالمعلومات المقروبة بسرعة خيالية إلى السيارات المستقلة التي قد تزيد مستوى الأمن على الطرقات وتقلل إمكانية وقوع الأخطاء البشرية والذكاء الاصطناعي يعيدنا بعالم غاية في الفعالية بحيث ستعتني الروبوتات بمرضانة وستملأ براداتنا وتخطط لعطلتنا أو حتى ستقوم بمهمات خطرة تهدد عادة حياة الإنسان وفي مجال الألعاب أثبت الذكاء الاصطناعي أن الآلة قادرة على التفوق على الإنسان في بعض الكفاءات الفكرية فبعد لعبة الشطرنج تمكن الكمبيوتر الخارق ألفا جو من التغلب على لاعبين محترفين في لعبة جو وفي عالم الطب باتت برمجيات قادرة على تشقيص أمراض من بينها سرطنات تماماً كالطبيب ولكن المسألة التي تثير قلق الاقتصاديين هي معرفة تكييف عالم الأعمال مع الثورة الصناعية الرابعة هذه فهذه الروبوتات قد تهدد ملايين الوظائف بوادر القلق تلف أيضاً هذه الحواسيب الخارقة التي قد تتخطى بدكائها الذكاء البشري وهي بذلك قد تشكل تهديداً للإنسانية بغياب أي تحكم للإنسان بالآلة إلا أن الآلات والتكنولوجيا الخارقة القادرة على تخطى العقل البشري ليست جاهزة اليوم للخروج من عالم الخيال العلمي لتدخل عالم الواقع فما يفتقده الروبوت هو الذكاء الاجتماعي الذي يمكنه من فهم التفاصيل الدقيقة للقرارات التي يتخذها الإنسان يومياً عينك على العالم